طاقة الحبيب أنت تراه جميل إنسان شخص جميل جداً وتحبه كثيراً ولكنه مبتعد عنك وقاطعاً ماتا في الكلام لكنه مبتعد عنك ومحتمل أنه عمل لك بلوك أيضاً طاقة القراءة لهذا الأسبوع برج القصة الستة منطقة طاقتك أنت في حالة استقرار مادي كبير وتوازن بين الأخذ العضاء فأنت تحب كل شيء في حياتك يمشي بالضبط وبالميزان وإذا كنت في علاقة فأنت مسيطر بشكل كل على هذه العلاقة أو إذا كنت في موقف معين موقف مادي أي موقف في حياتك فأنت تجد ناسك بأنك مسيطر عليه بشكل كله وأنت مركز بشكل عام على استقرارك المادي فأنت في حالة استقرار مادي أو أنك في هذه الفترة تقوم بأعمال إنسانية فأنت شخص كريم بطبعك تحب مساعدة الآخرين طاقة الحبيب ملك العصر أرى أن الحبيب أيضا هو في حالة استقرار فهو شخص ناجح مهتم بحياته العملية ومسؤوليته فهو على الأغلب شخص مسؤول أو له مكانة عالية في الحياة وهو مختلف عنك إحتمال في الجنسية أو في البلد أو في العقيدة أو حتى في اختلافات أي اختلافات أخرى أو أنه الآن في حالة ارتباط مرتبط بعلاقة ما أو في حالة زواج مشاعرك أرجل المعلق تشعر بأنه هذا الشخص مسيطر على تفكيرك وأنت محتار لا تعرف ماذا تريد فأنت غير قادر على اتخاذ القرار تشعر بأنك معلق مع هذا الشخص وعندك تواصل روح عالي معه فأنت يبدو بأنك تحبه كثيرا وتفكر به أيضا مشاعر الحبيب تجاهك هو أيضا يفكر بك ويريد أن يقدم لك عرض ولكنه لا يظهر لك شيء هو يراقبك ومهتم بك أيضا دون أن تعرف إن كنت منفصلين هو يريد رجوع رجوع إليك ولكنه ينتظر الوقت المناسب للتقرب منك فمن المحتمل أنه يوجد عائق بينكم احتمال أنه يكون من هذا العائق من قبل أسرته أو أنه في علاقة أخرى فأنا أرى هنا احتمال بأنه يكون في علاقة أخرى أو أنه تزول ويبحث دائما عن فرص أفضل هذا هو طبعه هو شخص مستقر ماديا وإنسان غامض لا يصح لك بشيء ولا بمشاعره ولا بظروف حياته نواياه معك هو يريد أن يقدم لك عرض حب ولكن هذا الحب ولكن هذا الحب ليس حبا حقيقيا نهيته الزواج بل هو معجب بك ونواياه اتجاهك جيدا وهو صادق في مشاعره اتجاهك وهو يحبك اتجاهك واهتمامه بك هو مهتم بك أيضا ولكنه يريد أن يقدم لك هذا العرض في إطار صداق مثلا تكون معه وتخرج وتلهو وتعيش حياتك مع بعض ولكن بدون بدون أن يلتزم في علاقة في علاقة ما فهذا الشخص يحب الحرية ولا يكون ولا يحب أن يربطه أي إنسان هو يريد أن يقدم إذا كنتم منفصلين هو يريد أن يقدم لك أيضا مصالحة وتقديم لك هدية وكما قلت هذا الشخص تفكيره ليس تفكيرا نهاية ذو زواج هو يريد منك فقط علاقة يحبك ومعجبك كثيرا وهو يريد أن يكون معك في علاقة صداقة إعجاب تكون مع بعضكما تذهبان في نزهة إلى آخره كما تريد يعني خطواته القادمة يمرد تسعة نقود هو يريد أن يدخل معك في علاقة مستقرة ولكنها بطيئة لا يريد أن هو يريد أن يعطي هذه العلاقة وقت معك لا يريد علاقة تقليدية الخطة والزواج بشكل سريع إنه يريد معك خطوة بخطوة أن يأخذ وقته معك فهو يحب ويعشق الحرية وإذا كنتم منفصلين فهو يريد أيضا الرجوع إليك كما قلت ولكن بشكل بطيء وبدون أي ضغط منك فهو يعشق الحرية كما قلت ويريد أن يرتبط معك في علاقة فهو يعيش لحياته وجماله وهيتم بنفسه وعنده من الاستقرار المادي الشيء الكبير الذي يوفر له هذا الشيء ولكنه لا يريد أحد أن يضغط عليه هو يحب العلاقات التياري فهو وضعه يبدو أنه وضعه جدا جيد بهذه الورقة وهو يظهر عليه الثراق وهو في حالة مادية جيدة كما يظهر لي احتمالي أنه متزوج وهو لا تعجبه الامرأة التي معه أو في علاقة وهو ينظر دائما إلى غيرها بأن غيرها أفضل منها ويريد تجديد العلاقات في حياته هو معجب بك لا أنكر هذا هو معجب بك كثيرا ولكنه يحب التسلية واللهو والمرحل مصير هذه العلاقة مصير هذه العلاقة هذه ورقة الموت ولكنها لا تعني بهذا الشيء ورقة الموت هناك تظهر هذه الورقة لك بأن هناك تغييرات جذرية قادمة إليك تغييرات لم تكن توقعها فهي ستأتي إليك فجأة فأنصحك بأن مهما يكون نتيجة هذه العلاقة أن تتقبل هذه النتيجة ولا تحاول الرفض مهما كانت النتيجة تقبلها بكل رحابة سطر فهذا الأمر سيعود عليك بالإجاب حتما انتبه وهذه هي نصيحتك انظر هذه الورقة تكمل هذه الورقة مالك السيف هذه الورقة تنصحك لأن تسيطر على نفسك ولا تعبر له عن مجاعرك وتعامل معه ببرود وأظهر نفسك غير مهتم وكن معه صار بقراراتك فأنت مثلا تريد الزواج منه قل له بكل صراحة أنا أريد الزواج أنا لا أريد التسليه هل تريد ذلك؟ أنا موافقة إذا كنت لا تريد ذلك فاتعد عني وترك لي بحالي لا تتعلق به لا تتعلق به لا تظهر الاهتمام الكبير به فأنت يبدو أنك تظهر مشاعره واهتمامك به كثيرا وهو يعلم بأنك متعلق به فكلما زدت في تعلقك به كلما ابتعد هذا الرجل عنك أظهر له الصراحة لا تظهر له أنا أعلم بأن هذا الأمر ليس سهل ليس سهل ولكن إن كنت تريد نتيجة لهذه العلاقة فأنت يجب أن تتحكم بعواطفك ومشاعرك ولا تظهر لأي شخص مهما يكون هذه الحقيقة ابدي له اظهر له شيئا بسيطا ولكن لا تظهر له كل شيء اظهر له بأنك تريده ولكن لا تعبر له إذا لم تكن معي سأموت ستنتهي حياتي لا هذا ليس بالأمر الجيد فآل الورقة تقول لك لا تظهر مشاعرك وسيطر على نفسك فإن سيطرت على نفسك تقبل تقبل النتيجة تقبل نتيجة هذه العلاقة أنت ستقدم له ستقول له بكل صراحة ووضوح أنت أخذت قرارك أنا أريد كذا ماذا تريد مني أنت؟ أنا لا أريد أن أتسأله إن كنت تريد أهلا وسهلا إن كنت لا تريد فأنت يجب أن تتقبل النتيجة بناء على هذا الكلام أنت يجب أن تتقبل النتيجة إحتمال أنه يقول لك من بعدها أجل أنا أريد الزواج منك أو إحتمال أنه يقول لك أوكي كل واحد يذهب في طريقه أنا آسف فأنت بهذا القرار تكون قد أرحت نفسك لا تبقي نفسك متعلق بهذا الشكل إما زواج وإما الابتعاد يوجد أشخاص آخرين في هذه الحياة لا يجب أن يتعلق بشخص واحد التعلق هو مرحلة بسيطة نمر فيها كل شخص يمر فيها ولكن يخرج منها بعد فترة هي مرحلة صعبة ولكن يجب الخروج من هذا التعلق إذا كان شخص لا يستحق هذا الاجتماع وهذا الحب وهذا التعلق فاخرج من هذه فاخرج من هذا التعلق هذه القراءة واضحة وهذه نتيجة القراءة واضحة بالنسبة لك والقرار هو قرارك بالنهاية شكرا لكم على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة